مساء الرضا كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين اليوم قبت لكم وصفة حاجة جدا روعة طبعا هذه الوصفة اسمها لحم بعقين وبعضهم سموها صفيحة لحم طبعا أنا تعلمت من تركيا تتكلم سوري أو هي التركيا سورية والله مش عارفة بس كتير علمتني وخلاص واعتمت هذه الطريقة من بين الطرق اللي كنت أستخدمها ألد صفيحة وألد تأكلوا لحم بعقين حاجة جدا روعة وخلونا نبدأ بالمقادير طريقة التحضير شوفوا أنا اليوم استخدمت لحم عقل تقدروا تستخدموا لحم غنمي استخدمت شوية من لحم العقل وشوية استخدمت شحم لحم غنمي وخلطتهم مع بعض بفرامات الكهرباء خلطتهم مرتين يعني شوفوا أول فرما بعدين زيت فرمتهم مرة ثانية والآن باستخدم هذه الخضار عندي طماطم عندي بقدونس بصل في الفلحار اختياري وثوم وفلفل رومي يفضل إذا كان معكم أخضر أو أحمر وملح وعندي بسباسة عدني ملعقة صغيرة ملعقة صغيرة اللي هو بهارات العثمانية ملعقة صغيرة صلصة وملعقة صغيرة فلفل أسود وزيت تقريبا ربع كوب زيت واللحمة اللي فرمناها الآن بفرم كل الخضار مع بعض اللي هي البصل والثوم والفلفل الحار والبقدونس وتقدروا أنتم تضوفوا اللي أنتم حابينه بس هذي الطريقة اللي عطتني إيها بالضبط خلص أفرم فرم ناعم لما ننزل السوائل تبعي شوفوا كيف الفرم يكون أنا هنا أضفت الزيت تقدروا أنتم الزيت بعدين تضوفوا آخر شي بس أني أضفته قلت أفضل أني أضيفه الآن خلص بعدما نعمت الخضار تماما شوفوا كيف تقريبا القوام زي كده قوامة بضيفه على اللحمة كمان اللحمة أني برقع أفرمي بنفس الفرامة بعطيها فرمة يعني كيف أقول لكم أنعم من كده بخليت تتنعم أكثر فرمة بسيطة يعني ممكن ضغطتين فقط زي موضح لكم بالفيديو شوفوا كيف رقعت اللحمة زي كده وأضيفه كمان ممكن أنتم تخلوها زي أول بس أني أفضل أني أفرمي أحسن يكون هنا أضفت ملعقة البسباس العدني ملعقة صغيرة وملعقة صغيرة من صلصة الطماطم في الفيل أسود والبهارات العتمانية ممكن تضوفوا كمان بابريكة إذا ما فيش بهارات عتمانية تضوفوا البابريكة وأكيد الملح وخلطوهم تمام لازم تخلطوهم تمام تمام فما شاء الله كيف الخلطة أقول لكم ريحتة تأخد العقل زي ما يقولوا طبعا ممكن تبخروها بس أني ما بخرتش لأن حطوها في التلاقة عشان تتماسك اللحمة والآن من سوي العقينة عندي كوبين ونص من الدقيق الأبيض وعندي ملعقة صغيرة من الملح وماء بحرارة الغرفة إذا كان القو بارد حطوه مأدى في خلطوهم مضبوط مع بعض طبعا الآن من العقينة كيف قوامة عقينة طرية بس ما تتلسقش باليد زي عقينة الخبز الطاوة أو زي عقينة الخبز المنفوخ اللي نعمله الرغيف نفس كده ما تكونش زي عقينة الفطاير تتلسق طرية بس ما تلتسقش باليد وكل ما عقنتوها كل ما طلعت العقينة أحلى وأحلى شوفوا أنا عقينة تمام تمام وكده خبطة وعملوا كل الحرف اللي عندكم في العقينة المهم توصلوا إلى قوام كويس له الآن بدهنة بس بالزيت دهنة عشان ما تنشفش معايا وبغطيها وبخليها ترتاح على بين ما خلص الشغل البيت اللي عندي كل ما ارتاحت كل ما طلع قوامة أحسن كمان الآن ما شاء الله أنا خلت ترتاح ساعة والآن بقصمة زي ما تحبوا الكرة تحابين تكون لحم بعقين صغير حابين تكون كبيرة زي أني عملت كبيرة ما شاء الله يعني الوحدات تكفي يعني تكفي شخص يشبع مني طبعا سبع حبات أقتني والآن ببدأ أفرد فرد يعني نحيف أو فرد رفيع يكون هي بسرعة تنفرد صراحة العقينة ما يكونش فيها خميرة تنفرد بسهولة أفضل من ما يكون فيها خميرة خلص إذا أنتم شايفين كيف رفع العقينة طبعا أنتم ادخلوها شفافة رفيعة بس مش شفافة تباني يدكم من تحت أو يباني الصحل من تحت لا أنتم شايفين كيف رفيعة بس بنفس الوقت مش شفافة وهنا واحدة تانية طبعا أني أفرد كل الحبات أحطهم على فوطة مطبخ أو سفرات الطعام هذه اللي نفردها وهذه الطريقة أسهل أنكم تفردوا قلتكم العقينة كامل أني فردت السبع حبات بعدين بديت يعني أعملي الحشواء اللي هي اللحمة شوفوا كيف الفرد خلص وخلص طبعا كل فردة أفرده كل حبة لازم أغطيها بعدين أغطيها بفوطة مطبخ أو السفرة لازم تضغطها تمام الآن بدأت أسخن الصاج شوفوا الصاج صخنته يعني لازم يكون ساخن تمام وبعدين لما أحط اللحمة تكون الحرارة وسط ما تكونش عالية الآن ما شاء الله شوفوا كيف تماسكت اللحمة وشربت السوائل ببدأ أدهن أول واحدة فردته من الخبز وببدأ أدهنه تمام والآن بسوي بيدي ليش أسوي بيدي لأنه لازم يكون ما فيش قهة مليانة لحمة وقهة شوية لحمة لازم يكون اللحمة مفروضة بالتساوي عشان ينضغ معاكم تمام وخلص أحطها على الصاج وغطيها وحسب لي من 3 دقائق إلى 5 دقائق على نار وسط هادئة وهي تنطبخ على البخار ما تخافوش إنما تنطبخش لا اللحمة تنطبخ على البخار وإذا أنتم مرة مرة يعني كتير كتير خايفين عاري حطوها بصاج الفرن ودخلوها الفرن تتحمر من تحت بأن شغلو لي من فوق ما شاء الله شوفوا كيف أفرد اللحمة وفردك تمام بيدي لازم شوفوا تفردوها باليد لازم تفردوها عشان تكون قد تركوه متساوية وقد تركوه الصاج يكون حرارة ومتوسطة على نار كده هادئة تخلوها والصاج يكون ساخن وخلص وغطوه وخلوه على البخار ما شاء الله يطلع البخار يعني خلاص وتحمر من تحت يعني خلاص أنا تأخذ مني 4 دقائق والآن لازم نطبق واحدة بعدين فوقي بالعكس نفس ما نعمل اللحوح شوفتونه ما نعمل اللحوح نخلي الأبيض على الأبيض هذا نفس كده نخلي العقينة على العقينة بس ما نخليش يعني لحمة عقينة لا شوفوا كيف أحطه نفس كده نفس زي كده ولازم تغطوه يعني لازم تغطوه بفوطة مطبخ ما تخلونهش مكشوف ينشف عليكم لا تغطوه الآن ما نعمل طحينة عندي ملعقتين من الطحينة وعليها عصرت من الليمون وماء بارد لما أوصل للقوام اللي أشتيوه خفيف أشتيوه ثقيل الماء البارد ينضاف حسب القوام ورشة من الملح وكمان أخلطه تمام تمام أخلطوه لما توقعكم يدكم بعد كده أضيف للمنكهات اللي هنا عناع مقفف أضفت سماق السماق الأحمر هذا ممكن تضفوه زبادي أن يحبوه الزبادي وخلاص يكون قاهز وهذه الطحينة قاهزة طبعا أنا قدمت معا شبس أو بطاطس تعرفوك في البطاطس المقلي أو الشبس شوفوك في القمال ألد حاجة الشبس ألد حاجة في السفرة أول شيء تأكل الشبس وتعالوا الآن لأحلى فقرة اللي هي تجهيز السفرة هنا عندي هذه الخضار اللي بحشية عندي بصال عندي طماطم وملفوف بنفسقي وبقدونس وليمون وهنا البطاطس وكمان الطحينية اللي كده قلبي يا قلبي حطتها بكده صواني القلوب هادي صواني صحون القلوب هادي والآن ما شاء الله اللحم بعقين شوفوا الجمال طبعا أول وحدة لأني عادين طلعتها من النار شوية قاسية بس أحطها من تحت خلاص تطرها شوفوا الباقية كيف طريين لأني حطت وحدة فق وحدة وكنت أغطيها بس الأول وحدة لأني عادة أول ما تخرج تكون شوية يعني بس تكون عادة كريسبي وهنا تعالوا نعمل لهم سندويتش هنا عملت بصل شريح بصل وشريح طماطم والملفوف البنفسي وشوية كده بقدونس طبعا كل واحد شتي نوع من الخضار اللي ميحبش بصل واللي ميحبش طماطم ونعمل لها كده رشة من الطحينة عادة الطحينة لو فيها الزبادي تطلع ألد وعصرة الليمون واللي في السندويتش هذا الحلو أو اللحم بعقين حاجة قدر روعة ونعطيهم بالعافي عليهم وهذا كده نعمل لنا واحد كده شريح بصل وعليها كده شريح طماطم وكمان الملفوف البنفسي وكمان بقدونس انتم تقدروا تحطوه قرقير انا احبه كمان برقرقير بصل أخضر كمان كرات زي ما تحبوه ممكن تحطوه عروق فلفل اذا تحبوه الحار أكتر وكده عليها الطحينة يا السلام حاجة قدر روعة طبعا انتم شربوه معاها 7 up لانه بقد بقولوكم اللحم بعقين أكلة ثقيلة يعني اما تعملوها غداء او عشاء يكون بدري على الساعة 6 سبعة مستحيل انكم تعملوها قوع آخر الليل او تعملوها على متأخر عشرة تسعة لانه ثقيلة أكلة ثقيلة شوفوا اني اليوم تعبت بهذا الفيديو لا تنسوش تعملولي لايك ولا تنسوش كمان تكتبوا لي كومنت اني اقرأ كومنتاتكم والله ربنا يسعدكم وافرح فيها كتير والله كتير ربنا يسعدكم وبس والله وبالعافية ليو لكم ولا تنسو الاشتراك في القناة تفعيل قرس الاشعارات ولايك وكومنت سحلو منكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر